سلما الحكمي الطفلة النازحة ابنة الأربع سنوات توفيت إثر تعرضها لموجة برد قارسة في مخيمها بمأرب لتكون فصل ختام 2018 العام الأكثر سوءا في حياة اليمنيين سلما وحدة من ثلاثة ملايين نازح تركوا منازلهم وسكنوا الخيام والعراء واجهون أشد الظروف قصوة وخذلانا في آن معا في العام 2018 ارتفعت وطلة الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في اليمن مع اتساع خارطة العنف والصراعات المسلحة وغياب سلطة القانون سواء في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية أو تلك المدعومة من الإمارات اعتقال تعسفي وتعذيب وقصف المدنيين وضحايا الغام وسجون وتعذيب مختطفين وتفجير منازل وغياب القضاء ومؤسسات الحماية كان العام المنصر ممتدادا لسنوات الحرب المدمرة في البلاد لكنه علاوة على ذلك شهد ارتفاعا في مستوى الانتهاكات وتنوعها واتساع خارطتها نتيجة تآكل سلطة الدولة بحسب بيان اللجنة الوطنية للتحقيق في الدعاءة انتهاكات حقوق الإنسان فإن أكثر من 1700 انتهاك سجلتها اللجنة خلال 2018 ارتكبتها جميع الأطراف المشاركة في النزاع اليمني والضحايا المدنيون 704 قتلى و10,058 جريحا بينهم 196 امرأة و413 طفلة كما تم الرصد والتوثيق والتحقيق في 643 حالة إخفاء قسري واعتقال تعسفي وتعذيب و132 حالة زراعة ألغام فردية ومركبات سقط فيها 137 ضحية بينهم 33 طفلا و13 امرأة كما تم رصد وتوثيق والتحقيق في 78 حالة قتل خارج القانون و107 وقائع تجنيد أطفال و4 وقائع استهداف طواقم الطبية بالإضافة لـ 21 واقعة تفجير منازل كما حققت اللجنة في خمس وقائع قصف مدنيين بطائرات دون طيار وتسع حالات استهداف وتدمير للأعيان الثقافية والتاريخية لكن ما لم يذكر البيان الصحفي الأخير للجنة هو عدد ضحايا طيران التحالف من المدنيين الاتهامات باستمرار الخروقات والانتهاكات الفادحة منها ما يرقى لجرائم حرب وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كان الميليشيات الحوثي النصيب الأكبر فيها خلال العام يليها الميليشيات التابعة لدولة الإمارات ومن ثم قوات التحالف والقوات التابعة للحكومة الشرعية فيما تقول منظمة اليونسيف أن أكثر من 1400 طفل يمني قتلوا أو شوه في هجمات خلال العام المنصر العام 2018 واحد من أعوام الحرب القاسية على اليمنيين فقد تسبب الصراع في اليمن بمقتل نحو 11 ألف مدني وجرح مئات الآلاف وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها ويقدر عدد السجناء والمختطفين في سجون ميليشيات الحوثي والقوات التابعة للإمارات في اليمن بأكثر من 14 ألف معتقل فيما توفي منهم 121 تحت التعذيب كما أن اليمن أصبح البلد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تعرض لكارثة انتشار الألغام كما يقول مدير المركز الوطني لمكافحة الألغام الله أكبر الله يالها من جردة حساب أليمة يختم بها اليمنيون فصلا من شتات لا يدرون نهايته شكرا لكم شكرا